رغم التحديات التي فرضها التباطؤ الاقتصادي على مختلف القطاعات في منطقة الخليج لا يزال قطاع الضيافة يحظى بمعدلة نمو جيدة مدعوما بزيادة الإقبال على الفنادق والمنتجعات مع تغير اتجاهات الاستهلاك لدى السياح بفعل الاضطرابات في مناطق أخرى آخر التقارير عن نشاط عقارات الضيافة في منطقة الخليج تشير إلى أن القطاع سيسجل نمو بنسبة 7.6% حتى العام 2020 وسينمو السوق من حوالي 25 مليار و700 مليون دولار في 2015 إلى 36 مليار و700 مليون دولار في عام 2020 بنك الاستثمار Alpen Capital يتوقع نمو الشقاق الذات الخدمات الشاملة بنسبة 3% سنوياً ليصل حجم إشغالها إلى 70% بحلول 2020 وبخصوص العوائد على الغرفة الواحدة للعقارات الفندقية والشقاق ذات الخدمات الشاملة يتوقع Alpen Capital نمو بنسبة 2.3% ليصل متوسط العائد إلى 133 دولار في عام 2020 وستكون عقارات الضيافة في كل من قطر والإمارات الأسرع من حيث النمو في منطقة الخليج بمعدل يفوق 10% بين 2015 و2020 بينما ستسجل عقارات الضيافة في باقي دول الخليج نمو معتدل بنسبة 5 إلى 6% أي أقل بقليل من المعدل الإقليمي في المنطقة ومع الضغوط التي فردها تدني عوائد النفط على الاستهلاك تحاول الشركات الضيافة تطوير عقارات لاستيعاب السوق الفئات المتوسطة ما يعزز من قدرتها على التكيف مع تقلبات السوق إذا استمرت ضغوط التباطئ الاقتصادي لفترة أطول ترجمة نانسي قنقر